يتساءل الكثير من الناس ما الذي يميز لوحة الموناليزة؟ عندما نرى الموناليزة فإننا لا ننظر فقط إلى صورة سيدة يمكننا أن نرى فيها مكثفا في صورة كل أفكار القرن الخامس عشر استخدم فنانو القرون الوسطى صيغة لرسم الأشكال إذا لاحظنا كل الهيوه لها نفس شكل الأنف والعينين والفم بعد بطع سنوات في عصر النهضة يهتم الفنانون بتصوير الناس كما نراهم عاش ليوناردو في زمن العديد من الثورات وعاش من خلال اكتشاب أمريكا واختراع المطبع وبداية الحركة البرتستانية وتأسيس البنوكة الأولى وأصل الرأسمالية بالإضافة إلى تطورات في علم الفلك وعلم التشريح البشري والملاحة وبدء الديارة العالمية في العصور الوسطى كان العالم محكوما بالكامل من قبل الألوهية مع بداية العصر الحديث أصبح الناس أبطال التاريخ وهذا التغيير في العقلية يتطلب فنان مختلفا فنان يمثل هؤلاء الأبطال كما ينظر إليهم وليس كشخصيات بسيطة في القصة قام فنانو عصر النهضة الحصول على نوع الصورة التي كانوا يبحثون عنها بتحويل التقنية وتغيير درية حلالة البيض للزيت واستبدال الخطوط الصلبة للرسم بالخطوط الملساء والمتكاملة للرسم الزيدي نرى هذا ببراعة في الموناليزة إذا رأينا في الموناليزة أوروبا في القرن الخامس عشر فإن هذا الرسم يشمل فكرة عالم الأيستيك ولوحة لماغريت من القرن العشرين الفن أكثر مما يبدو للوهل الأولى هذا ما نحاول رؤيته عندما نرى الفن بالمناسبة مونى هي الصيغة المختصرة لما دونى مما يعني يا سيدتي بالإسبانية نقول لا دوناليزة ترجمة نانسي قنقر